بين الحياة والموت ازايك يا رجل؟ عامل ايه؟ بتاخد الدواء ولا لا؟ باخده طبعا يا دكتور اديني الاشاعة بتاعته يا محسن حاضر يا دكتور شكرا طيب نام علشان اكشف عليك الحالة زي ما هي مفيش اي تغيير الموت للي زي راحة دكتور انا انا تعبت كتير روحت لدكاترة قد شاعر راسي مفيش دكتور في طنطة ولا في مصر ما روحتلوش اخيرا اخيرا يقزتي منشف لكن برضو الامل في اني استعيد صحتي كان بيرودني في بعض الاحيان ولما قالوا لي عليك اقولك الحق حسيت بالامل بيدعب خيالي من جديد رغم اني متأكد اني هيتقرب كل الاطبل اللي شافوني قالوا ليك كده يا دكتور الاعمار بيد الله ثم انت لسه بتتعالج وما خلصتش الدواء اللي كتب مهلك ايوه ايوه شوف يا سيد شاكر انا مش هخب عليك انت في اخر مراحل المرض وما فيش قدامنا هي الرحمة ربنا انا انا راضي بقضاء الله الموت انا منتظر ومش خايف منه بس بس اذا كان يمكنك تستفيد مني الجسد المتالج المريض ده بقى اي وسيلة بس هايد واموت وانا راضي عن نفسي وعشة مكبير فرحمة ربنا ربنا يرحمنا جميعا يا سيد شاكر ايه رأيك انت متأكد يا سيد شاكر انك مستعد لأي تجربة متأكد جدا يا دكتور مستعد اكتبك اقرار علي نفسي اتعرفي بان التجربة تمت بناء على الطلبي وبرضايا وموفقتي تكتب الاقرار دلوقتي اكتبه اكتبه ادوري ورقة ما فيش داعي للإقرار يا دكتور محسن لا برضو يكتبه احسن خريش مع السلام ازاك يا راجل الله وحشاني قوي اهلا اهلا يا شريف تفضل تفضل ايه الاخبار عاملة ايه اولا حاجة مفيش جديد ابدا ابدا يا شريف امت بقى المال امت ايه يبقى في جديد امت تنفذي اللي اتفقنا عليه احنا ما اتفقناش على حاجة الله الله اتفقنا تسيب الرقفة تخلاصي من العذاب اللي انت عايشة فيه ما حصلش انت قلتلي الكلام ده لكن انا ما وعدتش انفزه اه انا كنت فاهم انك اقتنعت بكلامي اقتنع ازاي يا شريف اسيب الدكتور واروح فين واعمل ايه نروح عند ماما ماما انت بتخرف ايه المانع احنا مش بنحب بعض واحنا مش هنتجوز صحيح يعني مش النهاردة انما قريب طبعا اول الظروف ما تتصلح ده كلام مجنين مجنين يا راجل فؤاد اهلني فؤاد مؤكد ده كلام مجنين اه اه انت حتبتدي في السجعة والزجل مالت حب اقولك ايه اغنيلك بحبك بس يا خسارة ناقص لك لسه زمارة وتلعب بيها في الحارة بحبك بس يا ياخسارة انت هتزفيني ولا ايه؟ ازفك على مين؟ ها؟ على مين؟ يا فؤاد انت بيني وبينك طار ولا ايه؟ ايوه طار وطار كبير اوه ايه الكلام اللي بتقوله ده يا فؤاد؟ مالك بس هو مال شريف؟ هو اللي ماله مالنا وانا داخل سمعت البيه المهندس المتخرج حديثا وهو قاعد بيحرض قريبا بيحرضها تسيب جزها طبعا ده شيء مؤسف ويكسف جدا واحد غيري لو ما كانش قريبي كان حيبقى لي معاه تصرف تاني تصرف ما يصرش انت ما سمعتش كويس وانت اصلك متعرفش حاجة متعرفش ان انا يعني اننا حنية يا السلام يا شريف يا قريبي يا ابن عمي يا حبيبي انت عقلك لسه نونو انت عقلك لسه بيبي انا انت بتشتمني في بيتك فؤاد؟ ده مش بيتي ده بيت الرجل العظيم الاستاذ الكبير اعمية كلية الطب الدكتور رقفة سليم اللي انت قاد تحرض مراته على هاجره وبعدين يا فؤاد راجيا دي زي اختك يا شريف دمها من اصل دمك يا خفيف وانت عارف يا مهزب يا مؤدب يا شياك يا عفيف ان راجيا مش محاسن او سعاد ولا فاتن او نفيسة او داد او هي واحدة من لواتي ساري حت في الشوارع بالفساد لا 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 ايه الكلام ده؟ راجيا راجيا دي زي اختك يا شريف دمها من اصل دمك يا خفيف الله 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 ايه الكلام ده؟ معقول راجيا زوجة زوجة راجل محترم راجل عظيم قالت يا ابني تختشي وتحتشم لجل الكريم لا طيب انا ماشي ومعودتش جاي هنا الا زي اتكدت انك مش موجود سلام عليكم مع السلامة يا شريف مع الف سلامة المركب اللي توالتي خلاص بقى يا راجيا يا حبيبتي متزعليش انا متزعلانة انا تعبانة تعبانة يا سوريا ومش طيقة نفسي ليه بس يا حبيبتي زهقت زهقت بقى مش عارفة ازاي قدر اتحمل العيشة دي فوت يا راجيا هوني على روحي فكيها شوية يا حبيبتي زي ما بيقولوا اهون على نفسي وفك ايه انا بيجي علي اوقات عد اكلم نفسي واكلم الحطان ما تخرجي شوية هخرج اروح فين يا سوريا اي حطة تعالي عندي روحي لماما انتي مرخومة بالاولاد وماما ما بتعودش في البيت يا اما عن دخالي او عن دخالتي او عندك اشغلي نفسك بالقراية اتفرجي على التليفزيون عنية وجعتني من كتر القراية والتليفزيون زي ما انتي عارفة في النادر لما بلاقي فيه برنامج كويس او مسلسل معقول وبعدين انا ست متجوز يا سوريا مش كده طبعا يا حبيبتي متجوز طيب فيه زوجة جزها ما يعقودش معاها ساعة ولا حتى نص ساعة كل يوم او كل يومين فيه زوجة ما تشوفش جزها باليوم وباليومين ايوة فيه فيه ستات كتير اجوازهم بيسفروا علشان اعمالهم وبيغيبوا عنهم باليومين والتلاتة والاسبوع والشهر والسانة كمان ايوة بس انا جوزي ما بيسافرش جوزي هنا في مصر في البيت اللي انا عايشة فيه بس اما في المعمل او في مكتب انا مش عاوز اروح حفلات لا ولا عايزة صيف في اوروبا ولا اي حاجة من نوع ده لا لا ابدا انا عايزة اشوف عايزة لقيه معايا يكلمني اكلمه يحكيلي عن شغله عن متعبه زي الرجالة كلهم يعني لكن للأسف للأسف مفيش فايل ما تبلغيش قوي كده يا راكيا جوزي ده راجل لطيف ورقيق وبيعملك بكل احترام ده صحيح لكن ده مش كفاية برضه يعني ايه مش كفاية ايوة تعرف يا سرية انا اول ما تجوزت وكنت بحبه قوي لكن سلوكه معايا كرهني فيه موت الحب في قلبي خلاني مش طيقة عشره خلاص فاتفطي عن نفسك قلت كل اللي عندك ولا في حاجة تانية معرفهاش لا مفيش طب يا ترى جوزك بيسهر برا البيت لوحده لا كويس بيعرف ستات غيرك ما اظنش عارفة بيقضي وقته فين ايوة يا اما في الكلية او في العيادة او في المعمل الحمد لله يعني زوج مستقيم تماما مستقيم وانا خدت ايه بقى من استقامته الوحدة اللي انا عيشة فيها دي والجفاف اللي مغل في حياتي اعمل فيهم ايه الفلوس والمجد والشهرة مش حيردوا روحي لعطشانة ولا يونسوني في وحدتي المر انا يا سوريا كأني عيشة وحيدة في صحراء واسعة بهاني من العطش والعزلة والخوف اه على اي حال يا راجيا يا حبيبتي فيه ستات كتير زيك لكن الفرق الوحيد بينك وبينهم انهم بيقدروا ظروف لجالتهم اكتر منك قوليلي يا راجيا ايوة انت يا حبيبتي ما روحتيش لدكتور امراض نسا دكتور امراض نسا؟ ليه؟ بتروحي ولا ما بتروحيش لا ما بروحش اه ليه بقى؟ انت ما بتفكريش في الخلفة؟ جيب اولاد ايوة اه لا لا ازاي بقى؟ كل ست متجوزة بيبقى نفسها تخلف يمكن لكن ايه دخل الخلف في الكلام اللي احنا كنا بنقوله؟ دخل كبير قوي يا روحي انت لو خلفتي لو جيبتي حتة عيل بنت حلوة ولد امور كده حيمل عليك حياتك هيشغلك عن اي تفكير طايش هيستأثر بكل اهتماماتك انت قصدك ايه سوريا؟ انت مش فكري اننا روحنا من كم سنة للدكتور انيس؟ اه اظن مش اظن انا فكرة كويس قوي احنا يا حبيبتي روحنا له وقالك انك محتاجة لعلاج بسيط جدا علشان تقدري تخلي فيه وتجيبي اولاد وانت يا روح قلبي ما اهتمتيش بكلامه ولا حتى فكرتي انك تعملوله زيارة تاني افتكري يعني كده الحقيقة انا مش متذكرة كويس انا بقى متذكرة كويس قوي متأكدة من كلامي جدا بقولك ايه راجيها؟ ما تيجي نروح له يا حبيبتي ونخليه ابتدي العلاج معادي انت عاوزين يجيب عيال من رقفة؟ طبعا هو ماله رقفة ماله الدكتور رقفة عيبه ايه؟ ده يا حبيبتي راجل يشرفك ولا انت مش عارفة امت الراجل اللي انت متجوزاه؟ انا مش عاوز افضل مرتبطة بيه الخلف حيربطني بيه على طول وانا عاوز اخلص تخلص ازاي؟ اسيبه ايه الكلام الفارغ اللي بتقولي ده؟ ازاي تقولي الكلام ده؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ فوقي بقى انت ست على قد حالك لانت غنية ولا اهلك اغنية واحنا الحمد لله بقينا على الحميد المديد تقدر تقوليلي يا حبيبتي لو سبتي جوزك هتعملي ايه؟ اوعد قوليلي انك هتتجوز شريف الله طب وليه ما تجوزوش؟ اولا هو مش هيارض عليك الجواز يمكن يوعدك صحيح لكن مش هيوفي بوعده ابدا ده وعد عشرات البنات وخطب عشرات المرات وهو لسه عازب وبيمارس هويته معاك حرم عليك يا سوري مفيش دعية تبقي متحملة عليه اوي كال انا يا حبيبتي بقرر الواقع يعني بقولي الحقيقة ومفيش بيني وبينه اي حاجة تخليني اكرهه او اشن عليه والاهم من ده كله انه مش معقول انك بعد ما تكون يزوجل واحد من اكبر علماء البلد ومن اعظم الاطباء واحد اسمه بيرن زي طبل وكل الناس وكل الصحف والمجلات والتلفزيون بيتكلموا عنه ويمجدوه والسيدي وتتجاوزي شريف دي تبقى مهزلة ليه بقى هو يعني شريف عاطل ولا مجرم لا يا راح قلبي مهندس مبتدق متخدق بقى له سنتين ويا دوبك قادر يعيش مادم بنحب بعض مش مهم اهلا اهلا يا مام ازاي صحتك النهار الحمد لله يا راجي ولو ان السكر لسه فعبني شوية يا بنتي اتي انا من امتى يا سوراية من شوية صغيرة يا ماما ولو كنت عرف ان حضريتي الجاية كنت فوت عليكي وجيبتك معايا انا ما كنتش في البيت يا حبيبتي كنت عند غالك منصور صحيح ازاي بيسلم عليكم ها ازاي ولادك عاملين ايه الحمد لله يا ماما كويسين راحوا مع ابوهم عند جدهم وجدتهم في حلوانك آه النهاردة اجازة ان شاء الله يرجعوا بالسلام مالك يا راجي يابنتي لا مفيش يا ماما مفيش ازاي لأ انت متغيرة شوي اخت كمالها يا سوراية زي قنا من عاشتها يا ماما ليه بس يا بنتي الواحدة لزم ترضى باس متها ولا ايه يا سوراية طبعا يا ماما مزبوط كلامك مزبوط البني ادم يتعامل مع الحياة كما تشاء الحياه وايلا وايلا ايه يتعب اويا روح قلبي انت حصل حاجة بينك وبين الدكتور يا بنتي اتخنقته لا 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 ما حصلش يا ماما احنا ما بنتخنقش ابدا الحمد لله ولو ان كل الازواج بيختلفوا وبيتخنقوا وبعدين يتصلحوا اصل احنا ما بنشوفش بعد ما بنقعدش مع بعض يعني ما فيش فرصة للخلاف ولا للخناف راجية انت فاكرة نوال كامل طبعا يا ماما احنا كنا اصحاب قوي ازا هي حضرتك بتشوفيها؟ ايوه شفتها النهاردة اتريها سكنة في العمرة اللي اصابنا وقفت معايا شوية قدام البيت وبتسلم عليك كتير قوي الله يسلمها واخبرها ايه؟ كويسة قوي خلفت عيلين صحيح ايوه الدكتور انيس عليك هوا حملته ولدت الحمد لله لسه كنا جايبين سيرته شفتي بقى الدكتور انيس يا راجية مش كنت بكلمك عنه قبل ما تيجي ماما لازم نروحلي يا راجية لازم روحيله يا بنتي ربنا يسحلك زي نوال اما شوف يا ماما لا تشوف ايه انتي لازم تروحيله قضية سرية وروحه حاضر يا ماما حاضر يلا امي البس يا راجية لا 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 مش على طول كده انتم مستعجلين على ايه؟ امي مع اختك يا راجية دي فرصة كويسة ان اختك كانت تروح معاك يوم تاني بقى لا هتروحي النهاردة اسمع الكلام بقى حاضر يا ماما حاضر دكتور محسن شاكر عبدالسلام مجاش؟ شاكر؟ لا لسه مجاش يا دكتور انا قلت له يجي بعد اسبوع كان المفروض ان نشوفهم بارح او النهاردة يا سلام لو قدرنا نوصل لمصل يحمي الناس من المرض اللعين ده يا ريت يا فنم يا محسن انت عارف طبعا اني حقان تشاكر بفيروس اليدز ايوة يا دكتور انا كنت موجود العلماء في اوروبا وهنا برضو عملوا تجارب على الشمبانزي ايوة يا دكتور وفي زئير العالم الفرنسي دانييل زاجوري قام ببعض التجارب على بعض الاشخاص ومعرفش حقق نتائج ايجابية ولا لأ المرض ده خطير جدا الفيروس بتاعه بيدمج نفسه مع المادة الوراثية للخلية داخل الجسم بالشكل ده يصبح من المستحيل القضاء عليه ايوة على اي حال المعروف ان المرض ده محصور في دايرة ديقة في الشواز ودول في اي دولة بيعتبروا قلة الكلام ده تقال في اول ظهور المرض لكن للأسف الفيروس زي ما سبت اخيرا ما بيفراش بين الانسان الشاز جنسيا والانسان العادي ده اكيد يا دكتور ايوة الدليل انه في افريقيا الوسطى عشرين في المية من السكان مصابين بالمرض الخبيث ده عائلات بحلها المرض قضى عليها نهائيا والاحصائيات بتثبت ان نسبة انتشار المرض في الدولة دي متساوية بين الرجل والمرأة في حاجة يا سعيد انا قلتلك مش عايز حد مش حكشف على عيانين ايوة يا فنم بس الاستاذ شاكر جاه وعاوز يقابلك كده؟ طيب دخلوا قطو الكشف انا جيت في المعاهد اللي حضرتك حدته يا دكتور ازايك يا سعيد شاكر حالتك مش احسن؟ الحمد لله انا انا بدأ ربنا ما يحلمناش منك ابدا ويخليك للعيانين اللي زي انا الحمد لله بقيت كويس اوي اوي يا دكتور صحيح صحيح انا شايف انك بقيت كويس ايوة دكتور انا اتحسنت اوي وكاينة ولدت من جديد بطلت تكوح؟ الحمد لله انا ما بقوحش خالص والبركة في سيادك طيب اشوفك نام ايه ده؟ شيء حجيب ايه يا دكتور؟ يا ايوة الله يا ايوة الله في ايه يا دكتور؟ تعالى تعالى يا محسن شوف بنفسك اكشف عليه تصور اتدرن الرئوي ما عدلوش اثر تصور ده ده ولا المعجزة لا ده صحيح فعلا المرض راح وصدرو بقى نظيف زي البرلانت شوفه بالسكرين كمان صدرو نظيف خالص مفيش اثر للتضرن يا ايوة الله ده ايه عجاز انا عمري ما شفت حاجة زي دي اقول لي يا سيد شاكر انت خدت حاجة غير結果 اللي انا وصفتوه لك لا يا دكتور انت متأكد متأكد طبعا هو فيạ يا دكتور لا لا ولا حاجة بس فيه حاجة تانية يا دكتور عاوز أوريها لحضرتك بص يا دكتور شايف حضرتك الفسافيس دي أيو وهنا كمان يا دكتور وفي ظهري برضو كمان إيه ده أيو ووريني ووريني دراعك ورقتك قولي من إمتى جالك الطفح ده يعني من يومين تلاتة تقريب يومين تلاتة أيوة دكتور الحاجة دي أعمل لها إيه أعمل لها إيه دكتور أدهنها مرغم أيوة أدهنها طيب يا دكتور حضرتك عايزني في أي حاجة لا 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 طب أستمر على الدول طبعا طبعا شاكر قوي دكتور شاكر قوي السلام عليكم الطفح ظهر على الجلد والغدد اللينفوية تضخمت عارف ده معنى إيه يا دكتور محسن لا يا دكتور وتقدرون فتضحك الأقدار أنا مش فاهم يا دكتور الطفح اللي ظهر ده والغدد اللي بضخمت ديه أعراض غريبة هو المايكروب تفاعل معه المايكروب تفاعل والأعراض دي هي الأعراض اللي بتظهر أول المريض ما يصاب بالمايكروب في المرحلة اللي بيسموها ما قبل الإيدز يعني أنا دلوقتي بقيت قاتل دكتور إيه كلام ذا دكتور لا كلام مصبوط أنا فعلا بقيت قاتل شاكر خف من التدرن الرئوي شاكر اللي كان بيموت وما كانش فيه طبيب في العالم كله يقدر يقول إنه حيعيش أكتر من شهر أو اتنين شوفي شفاء كامل من السل وأنا بجلالة قدري بليته بالإيدز ما تقولش كده يا دكتور هو أنت كنت بتنجم أنت إزاي كنت تتوقع إنه حيشفى وهو في المرحلة الأخيرة من المرض أنت بتعمل أبحاث وتجارب عشان تلاقي مصل ينقذ الناس من الوباء ده والراجل جيل غاية عندك وطلب منك تعمل التجارب معاه وكتب على نفسه إقرار بالمسؤولية ونجحت التجربة وظهر الطفح وأصيب السيد شاكر بالإيدز تصور يخف من التدرن الرئوي علشان يصاب بالإيدز إيماني بسلطان العلم نساني وجود الله القوة اللي فوق كل قوة قوة الخالق سبحانه وتعالى صحيح قوة العلم بتغطي على أي شيء تاني بتعمل غشاوة بتعمي عن حقائق الحياة ويظهر إنه لابد من المحن والشدائد علشان أمثال يدركوا الحقيقة العليا اللي فوق كل الحقيقة العلم خلاني أجزم بإني شاكر حيموت ونساني ربنا بتدبيره وتقديره وقدريته وإيراته العبرة بالهدف بالنية بالأصد التجارب اللي العلماء بيجروها خير واجب علمي وإنساني وخلقي أيضا وإذا كنت بالضحي ببعض الناس فده علشان تضمن الشفاء والعفية للناس كلهم لا لا ما تضمنش شيء أبدا مصير الناس بييد خلقهم لا بييد العلم ولا بييد أي شيء آخر التجارب اللي زيدي هي في الحقيقة قتل جرائم بينكرها الضمير والخلق والدين ولازم يعاقب عليها القانون ملكي رافت لا ولا حاجة لا في حاجة مضيقات أبدا بتسألي ليه باين عليك خاسس وما بتكلش كفاية إيه الحكاية أنت بتشتكي من حاجة لا لا أم الجرأ إيه أنا شايف أنك مش طبيعي أبدا اليومين دو أنا أيو ما بتنامش خالص بالليل بلاقيك سيب قطك وقعد تتمشي هنا في الصالون أو بتشتغل في المعمل لغاية الفجر خير في حاجة شغلاك قلتلك مفيش مفيش مش عاوز تتكلم خلاص أنت حر هلو إزايك ريري أهلا يا شريف إيه أخبارك كويس أخبارك أنت إيه وليلي الأول فؤاد هنا لأ أنت عايزه لا أه عايز الزايل الزايل ليه يعني مش فهم أنت ناسي اللي عملوا فيي آخر مرة كنت هنا آه عمل فيك أيه يعني شريف ده كان بيضحك معاك آه بيضحك معايا ولا بيهزقني لا 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 فؤاد ما يقصدش يهزقك ده كان بيعكسك وده شيء مش جديد عليكم طول عمركم كنتم مع بعض زي القط والفار طيب تسيبينينا من فؤاد ما قلت ليش هم مش عارفة يظهر مش حاس بي خالص يظهر أن كنت اللي مش حاسس أن أنا لحد دلوقتي متجوزة وعلى زمة الدكتور رعفة طيب ليه ما تطلبيش منه يخلصك ولو طلبت منه وافق يبقى ده كل المونة يعني هنتجوز على طول ما أنت عارف ظروفك ما تسمح لكش بالجواز دلوقتي لا أنا حدبر أموري بس خلاصي نفسي كنت الأول هتعمل إيه يعني ما لكيش دعوة أنا حشوف قرشين بأي طريقة ووضى بالشقة اه لا 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 ايه ده ايه ايه الحكاية فيه ايه ايه حكاية ايه ما فيش حاجة ايه اللي عمل كده في القوضة القوضة ما قالها القوضة قال له انت مالك ماليش طب بتعمل ايه في السالون دلوقتي واقف لا انت مش طبيعي أبدا ايه حكايتك ها حكايتك ايه قال له لا انت سكران يا رقفة ايه سكران انا سكران ايوه بينا عليك سكران قوي مش قادر توقف على بعضك يا دكتور تعالا نام نام تعالا تعالا كويس كده انت بتتطوح تعالا معايا يا مال ايجي معاك فين سبيني سبيني من فضل ايه اللي عملته في نفسك ده انت لا بتعرف تشرب ولا تستحمل شرب تعالا تعالا معايا تعالا وصلك بالسرير تعال لا 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 من هين يام يام اهلا يا مدام اهلا دكتور محسن ازاي حضرتك انا حروح المعمل وراجح حجم استأذن انا ما فضلك خليك شوي دكتور محسن انا عايزاك تحت امرك قولي دكتور محسن افندم الدكتور رقفة تناله ها الدكتور رقفة اه قصد حضرتك ايه انت فاهم قصدي كويس ولا انت مش ملاحظ ان رقفة حالته متغيرة ومش زي عوايده ايوة ايوة بس مش قوي لا قوي ايس سبب بقى ما تعرفش الحقيقة ما عرفش ارجوك يا دكتور ما تخبيش علي انا قلق انا قوي على رقفة انا مش مخبي على حضرتك حاجة معقولة ما تعرفش ايه اللي مدايقه لو اعرف كنت قلتلك مش انتم زملة مع بعض في الكلية وفي العيادة انا يا فندم تلميذ الدكتور والمساعد بتاعه ايوة ايوة انا فاهمة ده كويس المهمة انت مش عاوز تقولي انا اسف يا فندم طيب معلش ارجو اني مكونش عطلتك لا يا هانم ابدا استأذن انا بقى ليلتك سعيدة مع السلام ضروري عارف السبب بس خايف من رعفة دكتور محسن مشي لسه خارج دلوقت السعيد ممكن يلحقه قبل ما يركب لا لا مفيش داعي اخليك شوي يا دكتور مفاض حاضر في حاجة ايوة اقعد لو سمحت حاضر قولي رعفة ايه اللي تعبك تعبني مفيش متدايق من ايه ولا حاجة ما تنكرش يا دكتور انت مش طبيعي الايام دي ليه علشان اللي حصل الليلة ياها عشانه وعشان سلوكك كله الايام دي سلوكي مالو بقى وحش سلوكي عشان ايه علشان شربت في ليلة ما انا قلتلك ان دكتور سليمان عزمني على فرح ايوة 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 عارفة عارفة انا اقصد حاجات تانية كتير انت ما بتنامش وبتتمشى طول الليل في الشقة انا بصحق اوقات وبشوفك كمان ما بتاكلش وما بتروحش الكلية ولا العيادة كده ولا لا اه ما تتكلم يا دكتور هو انا مش مرتك ايوة طبعا طب قول لي مالك هقولك انا انا ارتكبت جريمة 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 ايه عملت حدث بالعربية لا دربت واحد عورته لا مموته لا هم لا عملت ايه فهمني قتلت يا حوي قتلت مين واحد مين هو واحد عيان ما تعرفهوش دكتها بتعالج العيانين وانت تقتلهم اللي حصل ازاي ده يحصل ايه دي ايه دي شوية ايوة وانا هفهمك فهمني جالي واحد عيان بصدره عنده تدرن رئوي في الدرجة التالتة يعني في اخر مراحل المرض ما كانش بينه وبين الموت الا ايام وكل الاطباء اللي شافوه قابلي قالوله كده وبعدين بعدين أنت عارفة أني بعمل أبحاث وتجارب أيوة على الحيوانات والطيور لما جال المريض ده وشفت أني مفيش أي أمل في شفاءه قمت 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 إيه يا دكتور عملت على إيه التجربة عملت إيه حقنته بمايكروب المرض أي مرض مرض الإيدس إيدس إيدس يا دكتور أيوة المرض الجديد اللي مفيش شفاء منه يا قلبك يا جراءتك والشيء العجيب أني بعد أسبوع فجأت بشفاءه من التدرن من السل الرئوي تصوري شفي شفاء كامل صدره أصبح خالي من المرض تماما شيء ولا في الأحلام مريض في حالته دي يخف فجأة صحيح أنا كنت بديله أدوية آخر أدوية كتو شفات لكن عمري ما تخيلت أنها حتش فيه ما لكنت بتدهله ليه عشان تخفف عنه تريحه شوية من أوبات السعال لكن تقضي على المرض نهائيا ده شيء ما خطرش على بالي شفاءه دي أكفي إيه لأنه خف من التدرن وأصيب بالإيدز يعني أنا أنت إيه؟ أنا قتلته أنا فعلا قتلته دلوقتي أنا أنا بقى اعترف بجريمتي لا اعترف لمين؟ لي أنا تبررها بإيه؟ ما دي جريمة في غاية الدناءة جريمة لا يمكن تبررها ساعت العالم الكبير نصير المرضى والضعفة بيقتل مين لتصور أنك تنزل للمستوى ده؟ لك هق لك هقف كل اللي أنت بتقوليه بس بس الراجل ده كان كان ميت ميت لا لا ده كلام كذب كذب أيوة كذب والدليل على أنه كذب كلامك أنت أنت لسه قايل أنك فجأت بأنه خف أيوة أيوة بس دي دي مؤجزة أنا عارف أن أجرمت وللأسف ما عرفتش ده إلا دلوقت بعد ما وقع المحزور أنا كنت مبهور بسلطان العلم كنت فاكر أنه مدام العلم يقول أن المريض حيموت يبقى حيموت ولازم يموت ونسيت الخالق نسيت الخالق صاحب العلم كله نسيت قدرته وحكمته للأسف ده حصل كلازم تعرف يا دكتور إنك مهما كنت عالم وبحاسة وبتعمل في خدمة العلم والإنسانية ما تقدرش تغامر بحياة غيرك أيا كان ولو كان بيطلع في الروح قدامك تمام تمام يا دكتور في حياة واحدة تقدر تقدمها لخدمة الأبحاث والتجارب اللي بتعملها الحياة دي حياتك أنت وبس اسمع يا دكتور أنا أول ما تجوزنا كنت بحبك لكن أنت زي ما مودت الراجل ده مودت الحب في قلبي قاشت معاك وأنا ما بحبكش لكن بحترمك ودلوقتي دلوقتي 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 بخاف منك ليك حق كل الحق لكن إذا كنت تحبي كل واحد مننا يروح في طريقه يعني تطلقني أطلقك حمد الله على السلامة يا دكتور أنت من مدة ما جتش العيادة إن شاء الله بكرة حتروح الكلية كمان ضروري يا دكتور لأنهم قلبين الدنيا عليك أيها عارف بيكلموني في البيت لكن أنا مش هروح ليه؟ حاسس بتعب لسه؟ لا أنا ديت نفسي أجازة أجازة؟ من إمتى؟ من يوم ما بطلت أروح والأجازة مستمرة لسه؟ أيها يا محسن ممتدة على طول على طول؟ إزاي؟ مش فاهم اسمع يا محسن أنا اشتغلت كتير كتير قوي كفاية كفاية بقى كفاية إزاي يا دكتور؟ البلد محتاجة لعلمك وخبرتك والمرضى بتوعك ما عندهمش ثقف غيرك قصدي الجميع ما يقدروش يستغنوا عنك لا يا دكتور متشكر لازم تراجع نفسك في القرار ده يا دكتور لا محسن أنا خلاص استقر رأيي البلد فيها مئات الأطباء زيي وأحسن مني يعملوا لنا بعملوا أكتر أيوة يا دكتور بس بس ده قرار مفاجئ وحيكون له أثر سيء في جميع الأوساط الطبية وفي الجامعة مساء الخير يا دكتور رافض أنا أنا جاي أقول لحضرتك إن التجربة اللي عملتها معايا ناجحت يا سيد شاكر أجمي الكلام يا سيادة الدكتور لو سمحت قبل كل حاجة أحب أأكد لسيادتك إنني مش متدايق ولا زعلان بالعكس يا دكتور بالعكس أنا أنا سعيد باللي حصل صحيح ما خطرش ببالي إني إني حطيب من مرض الصدر وأبقى سليم ما توقعتش إن ده يحصل عبدا كنت يا دكتور منتظر الموت في أي لحظة زي الدكترة ما قالوا لي ده صحيح يا سيد شاكر إنت فعلا كنت على حفة الموت كان قدامك شهر اثنين فترة محدودة لكن المعجزة حصلت وللأسف العلم ما بيعترفش بالمعجزات ولا بيدخلهاش في حسابه أنا عارف ده كل يا دكتور وعارف كمان إن حضرتك عايش لخدمة الناس أنا يا دكتور رافض مؤمن بالله وعارف إن البني آدم له أجل محدود لا بيناس يوم ولا بيزيد يوم موتي بالسل زي موتي بالإدس وعلى رأي الشاعر تعددت الأسباب والموت واحد أيوة دلوقتي يا دكتور حضرتك تحب تشوف نتيجة التجربة أيوة طيب يا سيد شاكر دكتور رافض رايح بالك من جاتي أنت ملكش أي زنب في حاجة أنا كنت عايز التجربة دكتور أنا إن شاء الله حسجل عندي كل تطورات المرض وكل اللي بحس به يوم بعد يوم طول ما أنا عايش وهبعت لسيادك الملاحظات دي علشان علشان التجربة يا دكتور تبقى بفايدة إن شاء الله سلام عليكم ما لك يا دكتور تعبان تعبان قوي إيه تعبك؟ فين الألم؟ للأسف التعب مش عضوي نفسيتك؟ أيوة اللي تعبني هنا هنا في صدري وهنا في راسي اللي تعبني الدكتور رأفت الدكتور رأفت بضميره وأفكاره قول لي يا فهد يا بني هم؟ هي الساعة بقت كم دلوقتي؟ الساعة الساعة يا ستي دلوقتي ستة ونص ياه؟ استخوضك اتأخروا قوي؟ ألا هم فين؟ عند الدكتور من بدر يا بني هه؟ زمانهم جايين المواصلات أصلاها أصلاها زحم أول ومن دوق أيوة عارفة يا فوق العالم الحمد لله هه؟ سلام عليكم قولولي يا أولاد عليكم السلام خير يا رب إزاي الحال؟ عال العال يا ماما صحيح يا سرية؟ راجيا حامل فعلا؟ فعلا يا حبيبتي يا ماما فعلا برجلها حبيبتي يا بنتي؟ ألف مبروك يا راجي ألف مبروك يا بنتي؟ ربنا يتمملك بخير يا رب مرسي يا ماما المهمة بقى يا ماما راجيا تاخد بالها من نفسها وما تجهدش روحها زي الدكتور ما قالها أولا الدكتور مش علها تعمل إيه؟ طبعا يا حبيبتي طبعا مديها أدوية ومفاهمها تعمل إيه علشان تعافز على الجنين النون اللي بطناها معقول ألف ألف مبروك يا راجيا الله يبارك فيك يا فوق يختي الله ما المالك مبوزهم كالشرق وكده ليه؟ يعني ما أنت عارف بقى؟ عارف إيه؟ حكاية الدكتور رقفت ما تقولي له إنك إنك حامل لا لا ما أقدرش ليه؟ ما تقدرش يعني إيه؟ لازم تقولي له يا راجيا مش ما قلت خبي على جوزك موضوع زي الده يا بنتي هو في إيه ولا في إيه بس؟ مين عارف يا جماعة؟ ما يمكن الخبر ده يسر عنه ويفرحه ينسيه مومه شوية أنا رأيي إنك تقولي له يا راجيا حالته صعب قوي قافل على نفسه ومش عاوز يكلم حد ما عليش حاولي حاولي تبلغيه حاولي يا بنتي وربنا قادر يهون عليه؟ أنا مش عارف أعمل إيه مش قادر أشوفه بالحالة دي ومعملش حاجة العمل عمل ربنا يا راجيا يا بنتي هو المريض اللي الدكتور عمل عليه التجربة مات؟ لا حد يعرف إن الدكتور أجرى التجربة دي ليه؟ لا لا أنتو الدكتور محسن وبس طب حد يبلغ النقابة أو النيابة لا سمح الله؟ لا وبرغم ده الدكتور رأفت بيقاسي؟ أيوه لا بيأكل ولا بينام ولا بيروح الكلية ولا العيادة دكتور ده راجل ملوش مثيل نادر جدا نادر جدا إن كنت تلاقي واحد زيه في الأيام دي وفي المجتمع ده راجل فعلا عنده ضمير ضميره حي ضمير صاحي بيقدم مهمته بشرف وبأمانة إنه ما مع الأسف الراجل ده موجود في المجتمع أغلب أفراده وخصوصا الناس القادرين المهيمنين عملوا أعمليات بطر لضمائرهم واللي ما عملش عملية خدر ضميره ودول ودول عايشين مبسوطين حمدين شكرين ولا في شيء بينغص عليهم عاشتهم أنا معاك يا فؤاد كل اللي قلته ده صح دكتور رقفة راجل ما فيه زيه في البلد دي أبدا ما فيه زيه عشر لا في علمه ولا في خبرته عمل تجربة على راجل مريضه وما يقوس من شفاءه تجربة حتفيد البشرية كلها حتفيد الناس اللي في بلدنا وناس اللي في البلاد التانية والتجربة ناجحة لكن الدكتور العظيم ضميره بيعذبه بينكد عليه عيشته لأنه خايف خايف للمريض يموت ومئات الألوف بيموته كل يوم بالأوبئة وفيه اللي بيموت في الحروب واكتر من دول ودول الناس اللي بتموت من الجوع عارف يا سورية ايوه أنا دلوقتي بس ابتدت أحسني بحب رقفة يا حبيبتي صحيح؟ ايوه يا سورية مش عارفة يمكن المحنة اللي بيمر بيها قصرت فيها ولا يمكن لما عرفت ان يحامل وفبطني جنين منه مش عارفة المهم ده شيء جميل وأجمل منه بقى إن شريف معدلوش وجود في حياتك تعرف يا راجيا أنا كنت خايفة عليك منه وكنت بادع لربنا إن الدكتور ما يلعزش حاجة وإنك بقى تتنبه لوضعك والظروفك وما تدلوش وجود الحمد لله الحمد لله أنا خلاص خلصت منه نهائية الحمد لله يا حبيبتي ربنا يروأ بالك ويفوت الأيام دي على خير يا رب ويبعد عنك وعن رقفة كل سوء وإن شاء الله بقى تجيب لنا مولود أمور كده يسعدك ويسعد أبوه مش سياسة راية بقولك ايه يا راجيا ما تقولي الجوزك بقى على حكاية الحمد دي لأ ظروفه ما تستحملش الأيام دي بس يا حبيبتي المفروض إنك ما تخبيش عليه موضوع زي ده أيما أنا حقوله طبعا بس بس بعدين شوي طيب يا حبيبتي زي ما تحبي بقول أقوم روح أنا بي ليه ما إحنا عادين مع بعض أو الولاد زمانهم رجعوا وكمان أشوف حالي البيت أحسن الراجل جاي الليلة من إسكندرية باي باي بقى روح قلبي وإن شاء الله شوفك قريب مع السلامة مع ألف سلامة يا حبيبتي دكتور رأفت سيادتك سبق إنك شرفتني بثقتك ومحبتك لي ده صحيح يا محسن أنا باعتبرك صديق لي مش تلميزي وبس مدام سيادتك بتقول كده يبقى تسمح لي أراجع سيادتك القرار ده قرار ظالم 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 لمين ظالم ليك والتلمزتك وإخوانك والعيانين اللي بتدويهم سيبك بقى من اللف والدوران ده قولي أنت رايح الجامعة بكرة لا مش رايح عشان ما عنديش ما أستدعي ما فيش محاضرات لكن أنا عندي مهمة عايزك تأديها مهمة إيه؟ تقدم الاستقالة لمدير الجامعة تسمح لي بسؤال يا دكتور؟ اتفضل يا فؤاد حضرتك مسافر بلد عربي أو أوروبا؟ لا أكيد طبعا أنا مش مسافر عمالي ناوة بطلت شغلي خالص؟ أيوة أرفتوا اللي حصل؟ خير يا فؤاد الدكتور رأفت؟ مالك؟ هدم استقالته من الجامعة وقرر قفل العيادة إيه؟ ما أقولي الكلام ده؟ اللي أنت بتقوله ده أنا كنت عارفاه حاولت معاه بكل طريقة ما رضيش يرجع عن قراره لكن إيه الأسباب يا راجي؟ مالله ما سألتيهش إيه السبب؟ ما تكلمش عارف إنك حامل؟ لا كان لازم تقولي له ما أنا حقوله؟ قولي له لازم تديله خبر مين عارف؟ يمكن لما يعرف إنه حيب أقب يغير فكره أنا قلت الكلام ده قبل ما تيجي طيب خلاص أنا حروح أقوله أنا هو أهلاً أهلاً سوريا هاني أهلاً بيك أهلاً بيك يا دكتور كنت عاوزاني فيه يا راجيه؟ كنت كانت كانت عايزة تقولك إنها حامل يا دكتور إيه؟ 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 تقول إيه؟ بقولي إن أنا حامل مش معقول ده اللي حصل إمتى؟ من إمتى الحامل ده؟ الشهرة ده؟ وإزاي ده حصل؟ إزاي؟ زي كل الستات ما بتحمل مش ممكن مش ممكن؟ هو إيه اللي مش ممكن يا دكتور؟ ومالك بزاعة كده ليه؟ إيه الحكاية مالك؟ مالي؟ مالي يعني إيه؟ يعني مالك؟ المفروض تبقى فرحان وبدل ما تزعق لمراتك تبصها وتراعيها عاوزاني أفرح ده شيء طبيعي يا دكتور شيء طبيعي؟ طبعاً شيء طبيعي إنتوا بقالكم كام سنة متجوزين وما خلفتوش هيبقى لمراتك تقول إنها حامل شيء طبيعي إنك تبقى فرحان إيه ساي مش معنى مش معنى الحمل ما يحصلش لأيهم دي ده سؤال برضو يا دكتور كل شيء بأمر ربنا يا دكتور قلت ليش من يوم عرفتي ليه أنا عرفت قريب الدكتور أنيس أكد لي الخبر الأسبوع ده كان لازم تقولي لي أول ما الدكتور أكد لك الحمل هقول لك فين وازاي؟ في أي وقت في أي مكان إنت على طول مشغول وديني قلت لك أهو بعد إيه بعد إيه وتفرق إيه يا دكتور تفرق إيه إذا كانت قالت لك قبل كده تفرق تفرق كتير 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 قوي إذا كان على الاستقالة يا سيدي تقدر تسحبها؟ أيوة الاستقالة مع الدكتور محسن ولسه مقدمهاش والهيادة التمرجي موجود فيها يعني ممكن تفتحه في أي وقت انت عاوزه شكل ده المسألة ملحوقة ملحوقة والحمد لله إذا كنت تسمح لي بنصيحة من أخ أصغر منك وبدون حساسية حاول تروح عن نفسك شوية يا دكتور ما تشغلش بالك ولا فكرك بأي حاجة فؤاد مع حق يا دكتور وأنا شايفة إنك فعلا محتاج لتغيير طب أنا بقول لها إيه رأيك يعني لو تاخد رجية وتسفر ومين اسكندرية تغيروا هوا تفرجوا عن نفسكم شوية أنا بقول يا دكتور أتعشم إنك ما تكونش متداق من كلامي ولا تعتبر كلامي ده تطفل إحنا بنعتبر نفسنا أهل وما فيش أي فرق بيننا أيو أيو فعلا إحنا إحنا فعلا أهل إنتو إخوات راجية وأنا أنا طول المدة اللي عشرتكم فيها ما حسيتش أبدا أني أني غريب عنكم وإحنا كمان معتبرينك أخ أكبر لنا كلنا وعلشان كده حاوز أقولك انسى موضوع التجربة ده انسى شاكر إحنا كلنا متأكدين إنك طول عمرك بتعمل خير ولما عملت التجربة دي كان هدفك خير برضو أيو أيو فعلا 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 ده كان هدفي الهدف الهدف كان خير لكن التصرف التصرف كان خطأ 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 من أوله كان جريمة جريمة يعقب عليها القانون أيو أيو جريمة جريمة تحرمها تقاليد المهنة نفسها وعلشان كده ذكراها ما بتفرقش ولا حتفرق خيالي أبدا وبمناسبة موضوع التجربة دي أنا أنا عايزة أقول لكم يا دكتور مالك أنا الأسبوع ده من يومين اتنين بس قتلت شخص تاني يا أفت أنت بتقول إيه لا يمكن لا لا أمكن أمكن فعلا حصل قتلت شخص تاني والمراضي بقى راجل قوي صحيح البنية جسمه خالي من أي أمراض حالته الصحية جيدة جدا وتسمح له بأنه يعيش خمسين سنة كمان أفت أنت بتتكلم جد ولا بتخط دينا بس أنت عرفاني يا راجعة عرفاني عرف أن كلامي كله جد لا يعني أنت فعلا قتلت واحد تاني أيوة قتلت واحد تاني لقحت واحد بمايكروب مرض الإيدز شاو بس المراضي المراضي بقى أنا اخترت اخترت راجل سليم جسمه خالي من الأمراض علشان أضمن أن التجربة تكون الصح تكون أصدق تجربة إيه ومصيبة إيه شاو ممكن ده حرام 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 مش ممكن يظهر أن الدكتور استحلى عملية القتل دي الراجل اللي عملتله التجربة المراضي راجل حر في حياته يموت يعيش هو حر الراجل ده اختار الموت حبا في العلم من أجل خدمة الإنسانية الراجل ده شخص عادي عادي شخص عادي جدا بس بيحب العلم وبيحب الناس راجل بيحب العلم وبيحب الناس ايوة يا راجية انت الراجل ده انت دكتور رقفة مش معقول مش ممكن هو انت يا دكتور الشخص السليم الخالي من الأمراض ليه ليه بس كده ليه بس كده حتيعمل كده حرام عليك حتيعمل كده حرام عليك تيتم مراتك والجنين اللي ببطنها مش ممكن لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله خسارة يا رب خسارة الف خسارة يا دكتور رقفة الف خسارة ليه ناس كتير عوزان حرام حرام بس 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 كفاية كفاية بقى كفاية مش عملية التجربة ده عملية استشهاد يا دكتور أعمل إيه دلوقتي يقولولي بس أعمل إيه دلوقتي والجنين اللي ببطني ده أعمل في إيه أعمل في إيه يا رب أنا كان لازم أعرف كان لازم أعرف إنك حامل لازم لازم أنا ما كانش ممكن أقدر أنجم وكان لزمها إيه التجربة دي يا دكتور كان كفاية التجربة الأولانية كان كفاية كفاية قوي قوي لا لا يا راجل التجربة دي هتخلصك مني انت بتقول ايه تخلصني منك مين قالك ان انا عاوز اخلصك انا عاوزك معتاجها لك زي انت بتكرهيني ابدا ابدا انا بحبك بحبك يا رأفة حقيقي بحبك صدقني مش ممكن مش معبولة انت قلتي انا كنت متأكد انت بتكرهيني لا ده كان زمان 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 خلاص خلاص يا راجل على اي حال الكلام ده خلاص ما بقاش منه فايدة يعني يعني يا رأفة يعني يعني خلاص 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 ايه يا راجل خلاص خلاص كلها كم شهر وكل شيء انتهي مش ممكن مش ممكن حرم عليك كان لزمه اي ده كله بس كان لازم كان لازم ده يحصل ليه بس ليه بس يا دكتور للقصاص كان لابد من القصاص انا قتلت شاكر وكان لازم اتفع ديه وكمان انا انا كنت خلاص تأكدت ان حياتي ما تهمش حد ما كنتش عارف انك انك بتحبيني يا راجل ما كانش ممكن اتخيل انك لسه بتحبيني ولكن عندي فكرة انك حامل اخسارة اخسارة يا راجل اخسارة ما قلت ليش الا بعد ما نفذ السهم بعد ما وقع المحزور وهكذا عشنا مع دكتور رأفة بين الحياة والموت بين الحياة والموت تمثيلية كتبها للاذاعة عبد العزيز جبر الهندسة الاذاعية هشام عبد السلام بين الحياة والموت تمثيلية اخرجها للاذاعة كمال سرحان موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة